من فعاليات معسكر بكر إلني اللي عم نرسل تفاصيله ونشطه ضمن برنامجنا من بدايته والذي أقيم تحت عنوان وفاء للجيش العربي السوري والهدف لتدريب الأطفال بنشاطات اجتماعية ثقافية ورياضية وغيرها من النشاطات ننتعرف أكثر على تفاصيل جديدة عن المعسكر بشاركنا صباحنا لليوم الأنسي أفامي ألمير مديرة مديرية الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالمحافظة يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا يسعد صباحكم صباح الخير لسوريا وشعب سوريا الصامد وجيشه وصباح الخير يهلا أهلا وسهلا فيك بالبداية خلالنا نتعرف أكثر على المعسكر التدريبية اللي قمتوه وكيف كان البرنامج تبعه وكيف تم التحضير لأله المعسكر هو المعسكر بكرة إلنا تمجيدا ووفاء للجيش العربي للسوري كانت الفكرة طبعا أنه بداية لإطلاق المرحلة التالتة لمشروع بكرة إلنا أنه جمع الأطفال سوريا من كافة المحافظات ليجسدوا أحد أهداف المشروع القوية والكبيرة اللي هي بالتلاقي والتعاون والإخاء والتحاور لبناء أسرة واحدة أسرة سورية واحدة وتجسيد حب الوطن واحترام رموزه والحفاظ على خيراته فكانت طبعا فريق أعمل كتير كبير شتغل على هذا الموضوع من ناحية الإدارية والفنية وتم التحضير لإلوه تحضير برنامج إداري وفني يعني لن شوي أنه نطلع الأطفال أطفال بكرة إلنا أطفال سوريا من الأزمة اللي عشناها ومرنا فيها أكيد هنا كتير بحاجة لهذه الأنشطة يعني مبارح كان في للكون نشاط وكاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة قمتوا برحلة ضمن مدينة دمشق القديمة خلينا نروح ونشوف كيف كانت الأجواء برفقة زميلتنا لايانحاس ترجمة نانسي قنقر 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 هالأطفال اجوا من كل المحافظات السورية وكانوا بيتمتعوا بمواهب مثل ما ذكرنا شوي رياضية وفنية وترفيهية واجتماعية كيف قدرتوا يعني تنظموا لهالمشروع وخاصة انه عدد الأطفال يعني مانوا قليل هلا نحنا المشروع بكرا لنا هو ضم تقريبا 30 ألف طفل هو المشروع بمحافظة دمشق اطلق المحافظ بشري الصبان بالأهداف اللي احنا حكينا عنه بالنسبة للمعسكر هلا حاليا هو ضم 112 طفل من جميع المحافظات السورية معظمة طبعا بيدم تقريبا من كل محافظة من أطفال عملنا البرنامج بحيث انه يشمل الانشطة الترفيهية حصة تدريبية لكل الرياضات والفنون اللي الموجودة عمنا بمشروع بكرا إلنا بالإضافة إلى حفلات سمر رحلات طبعا عمنا بالبرنامج رحلتين واحدة منهم اللي شفناها كانت مبارح كانت رحلة طبعا كتير حلوة والأطفال يعني بدل ما نحنا انه نتعاون معهم لنأخرجهم من الأزمة هنن يعني هنن يعني يساعدونا حتى نحنا كمان يعني نكون متعاونين معهم وطاقة إيجابية فالأطفال جدا متعاونين وفيه تعاون كمان من الأهالي وتواصل معهم شي كتير حلو أنه نحنا نشوف هاي التجمعات من جميع الأطياف السورية بمعسكرنا وبنهاية لحقق هدف كتير مهم لهو دعم الأطفال أنت جهزتوا المشروع بخيام وين نعم تقيموا المعسكر المقرة هو بمديرية منشأة نادي المحافظة الرياضي والاجتماعي والثقافي تم التحضير إلى تقريبا قبل أسبوعين بتجهيز الخيام تجهيز الكادر الإداري والكادر الفني عايشتون جو المعسكر للأطفال طبعا ما بين استقبال الأطفال لما أجوا قبل بيوم تأمين مستلزماتهم تأمين كل شي بيعتازوا حتى كمان بالفقرات الفنية ممكن نقدم هدايا تشجيعية لكل الأطفال كمان ضمن أهداف مشروعنا رعاية المواهب يعني أي طفل ممكن يكون عنده موهبة حتى لو كان مو من دمشق من بقية المحافظات كمان رح نقدم رعاية لهدو الأطفال هل الدعم المقدم للأطفال والرعاية أكيد بيحتاج لكادر مختص بمجالات متعددة اليوم قديش هل كادر مؤهل ضمن مشروعكم طبعا نحن خلال مراحل المشروع اعتمدنا على الدورات التأهيلية لكافة الأقسام الإدارية والتنظيمية والفنية وكافة أقسامه بالرياضة بالفنون بحالات الإبداع بالأعلام حتى كمان يعني نحن بأول مرحلة ما كان في عندنا أقسام فاعتمدنا أقسام جديدة منها القسم الإعلام اللي برز بالمرحلة الثانية وكان له حضور كتير رائع وطبعا كان ضمن دورات تأهيلية إن شاء الله هلأ كمان بالمرحلة الجديدة اللي جاية كمان فيه افتتاح أقسام جديدة ممكن نفتتح قسم المهن اليدوية يعني الأطفال مثل ما ذكرنا قبل شوي هنه من أكتر من محافظة عم يكونوا متواجدين معكن هاي الحالة قداش عم تضيف شي جو حلو كمان بين الأطفال بصراحة جو كتير رائع يعني مو بس حلو أكتر من رائع فيه انسجام كتير بين الأطفال فيه تعاون فيه كتير طاقة حلوة عم يتغدوا مع بعض يفتروا مع بعض يتعشوا مع بعض يمارسوا نشاطاتهم وهواياتهم كلها مع بعض عم يتعرفوا على بعض كمان هلأ نحن عاملين فيه شي اسمه التواصل كمان مع الأهالي بنهاية المعسكر فشي كتير حلو شي كتير رائع كمان دعم الأهل يعني هو الأساسة يمكن لحتى الطفل يتشجعوا يتخذوا من مشروعهم نحن كير مبسوطين بثقتهم يعني كمان الأهالي اللي بعتوا أطفالهم لعنا أنا أكيد إلى نسيقة تصير كبيرة فينا ومشروعنا كيف؟ فاضل لأ كان بدي أسألك قديش عم تحسوا أنه شي اللي عم تقدمون له الأطفال هو بالفعل عم يلقى صدى وعم يتطوروا الأطفال وتنموا مواهبهم وعم تتغير شوي شوي حياتهم بصراحة مبارح كانوا في حفلة سمر يعني كانت الحفلة هي عبارة عن أنه كل محافظة تقدم شو في عندها هوايات شو في عندها شي حلو ممكن تقدموا فكان العرض جدا رائع يعني كل طفل عنده موهبة عم بقدمها فعلا احنا تفاجئنا وكانت السهرة كتير حلوة أنه ما تخيلنا هاد الشي من الطاقة اللي عند الأطفال أنه يتقدم بها مشروع مثل ما قالنا قبل شوي الكادر كان يعني هو مجهز وكمان قمت معه بالعديد من التدريبات قديش مستمر تقريبا هذا المعسكر وشو كل يوم عم يكون البرنامج كيف عم تنسقه البرنامج هلأ هو المعسكر تقريبا مدته أسبوع من البلج من التنين الماضي ورح ينتهي التلاتة القادم طبعا رح يكون في يوم التنين القادم هو حفل كتير كبير حفل اطلاق المرحلة الجديدة من المشروع شو هي رح تكون؟ رح يكون عبارة عن حفل تشاركي بين مواهب مشروع بكرة إلنا وجوقة فرح كتابتنا السيناريو استاذ نيزار فرنسيس والستاذ محمد اسباعي والأب الياس رح يكون إخراج سيد نيبال بشير طبعا مبلشين نحن من قبل تقريبا أسبوعين بالتحضير لهذا الحفل الكتير كبير اللي رح ننهي فيه المعسكر ونبدأ المرحلة الثالثة من المشروع بكرة إلنا نتمنى لكم كل التوفيق وتحققوا النجاح إن شاء الله بالمرحلة الجديدة أيضا من المشروع مثل ما هلأ عم تحققوا النجاح والهدف منه وتحية أيضا لكل كدر العمل اللي عم يشتغل معكم على هذا المشروع شكرا لإلك كتير لإلك يعني أنتوا أكيد عم تساهموا بإعادة الأعمار ابتداء من الطفل اللي هو بالمستقبل رح يصير حدا كتير مهم بمجتمعه السوري ويساهم بإعادة أعمار بلده شكرا كتير له المشروع اللي عم تقدموا له الأطفال اللي هنبي حاجة له بالفعل هلأ شكرا لإلكم وأكيد إن شاء الله سوريا ستظل بخير وأملنا بأطفال سوريا وإن شاء الله يعني الله يقدرنا لحتى نكون دعمين لنوصل لبناء الإنسان السوري الجديد المقاون شكرا لإلك الإنسان